من آنة صغيرة كانت علاقتنا كلش حلوة وهي أقاربنا وبالأخص خالي خالي قريب على أمي وعلى أبوي لأن هما ولد عم فإحنا عائلة البنات والولدنا العبسوية علاقتنا حلوة بس أكواحد من يمهم للولد شوي بعيد عنه وأني يعني حلمي كان هو يزوج منه لأنه كان يختلف حتى أهلي راسمين أنه يعني فلان فلانة وهذا الحجي بس بس حجي يعني ما كانت هو يختلف هو خلوق وحباب بس مثلا مثلنا أطفال ما يجي يلعب قليل ويانا ويالبنات بنعزل شوي أنا أهم أني يعني هو يجوني كبرت شوي أهلي ما مقصرين خلوني أكمل دراستي حتى هما بيدخالي يكملوا دراستي الولد كمل كلية أنا دخلت للكلية هو قبلي هو أكبر مني كمل كلية وما أززوج مخلين بالهم أنه أنا إلى أهلي هو ما أعرف شنو يقول شو حتى من أروح إذا صير مناسبة أو صير سبب أروح هناك ما يحتي سلام بس وما بياناتنا شيء وأنا هم يعني أستحب أنه علي مثلا أتجرأت أنه أحتي ويا أفهم شخصيته أبد يعني يعني ما خدته على وضع خالي ووضع الأهل شون علاقتنا حلوة وقوية بياناتهم على هذا الأساس يمفكرة أنه رح تنجح علاقتنا تخرجت أنا من الكلية بعدما تخرجت أمي يعني خايفة من موضوع أنه إحنا خاف ما نلقى تعين خاف ما نلقى شغل فتفكرت بالزواج أمي راحت البيت خالي وبحجة تويا خالي قالت لها أنه يعني خلي ليش ما تأخذونها قاف يجوها وتدريها يعني حلوة وما قاصرة وكملت كلية خافت الزوج فأنا أنطكي إياها هاي بتكم واخدوها طبعا خالي هو أصلا من الأساس فرحاني بهذا الموضوع الولد همين معارض الولد خلال هالفترة أنا مقتلت شو أكبر مني فمكون نفسه مشتغل ويعني نوفر لكل الشي يعني صارت الخطوبة احنا ماكو خمسة بخمسة ولي جيبونا عادي فما تأملت خلينا لا شروط عليهم لا طلبنا الشي شنو اللي يجيبونا احنا مكيفين به الصوري أنا حتى منشترينا الذهب يعني هم طونا فلوس احنا اشترينا نشان احنا اشترينا جهزنا هو الولد أبد ما اجي شفته يعني شفته بالحنة بالحنة شوية كان متشنج يعني حتى شفته هاي العاداتنا احنا اللي نسويها ما قوة قوة علي مخلوق بس حسيته فرحان بس مستحي هو منوح خجول ومنعزل فمندخله رأسنا هاي الأجواء اختلف عدة الموضوع عالمت قبله وما عندي اي مشكلة بهذا الشي واني طبعا تشت فرحانة كلش وشنت يعني متصورين حلم حياتي هو لانتبين انا صغيرة افكر بي وحبيتها يعني هي هو يمكن من طرف واحد ما اعرف صار الزواج تعرفين كل ابنية يعني بالزواج اكو امور لازم تفهمها الها امها وامي فهمتني بكل شي اتزواجنا احنا ببيت اهلة ما رحنا ببيت خالي يعني ما رحنا فندق ولا كلفناهم ولا سوينا ديش الزفة ولا اي شي حتى ما عزمت احد بالعرس هي زفة من بيت اهلي البيت خالي ما ما كلفت ولا شي وما سوى وعشا يعني سوى وعشا بالحل يعني اختصارنا كلش لانهم منا وبينا ما قلنا يعني نزيد عليهم طبعا احنا تعودنا على خاصة هاي تنشأ بالمجتمعات القيمية المجتمعات اللي تربطها او تقودها العادات والتقاليد والقيم ومو بس هاي الطريقة يعني مثلا النهوة غير قضايا من ضمنها موضوع حضرتكم بان من الزغر فلان لفلانة وهذا مو بس يعني هي ما راح بس ناخذها من الجانب النفسي راح يصير هناك شبه مثلا عندما يسمى بالاغتران الشرطي وراح تم لاملاءات البنية لان بالتكرار اجت خطيبة فلان من الطفولة وينشأ معها هذا الحلم وينشأ بحيث راح يحددها ما راح يخلي لها احلام اضافية انها تحتبر نوع من التحديد هذا جانب الجانب الآخر من ناحية الاجتماعية خطورتها شنو يعني كثير وصارت يعني عندنا قرينة وشفنة بان العائلة في بعض الاحيان ما تصير هاي القضية يعني ممكن ما تقول العشيرة او العائلة هي راح تطبق فراح تصير مشاكل بهذه القضية يعني حتى البنية مثلا عندما يجيها نصيب وتزوج تزعل طرف الآخر نحن محاجزين بدكم نحن شبينا نحن كذا وبالتالي راح تصير ادنى نوعه طبعا وهذا القضية عالجتها الدراما بكثير من المسلسلات وكثير من القضايا العراقية على تسمية نصح التعبير البنت الى الولد منذ الصغر حتى تنشعدهم هذه الفكرة وبالتالي راح نحن بالصورة تقول لي والله اني اختارتها ولكن ما اختارتها هي اختارتها لها العادات والتقاليد والجبر اللي رسموا لها حلمها هي هم رسموا لها مو هي رسمها في حلمها وبالتالي صار عندها عمر واقع وراح تنحدث عندنا المشاكل نفسية واجتماعية حقيقة يعني اثبت نجاحاته بكثير من العلاقات واقب الجانب الآخر ثبت فشلة يعني 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 من الناس امي وابوية هم ولد العم ولد الخالة والحمد لله زواجهم صار لتقريبا 40 سنة خالي من اي مشاكل على الرغم من انه اشوف علاقات يعني زواج اقارب يعني من يوم زواجهم لحد اليوم هم مشاكل يعني ما شافوا لحظة صفاء او يوم صفاء فميناج حب يفاشل يعتبد عليه ادراك الزوجين حتى هل سهم ينأخو دايزوجون زواج اقارب اولاد العم او اولاد الخال او اولاد العم يكون ناجح مية بالمية هذا يعتمد على المستوى الثقافي المستوى العمر الحالة المادية يعني هاي الظروف كلها هي اللي يتأدي الى نجاح او فشل الزواج سواء كان زواج الأقارب او الزواج العالي طبعا استاذ احنا كل شي يعني احنا دائما نقول قضية الزواج هناك زواج داخلي وخارج اللي هو زواج الغربة وزواج الأقارب احنا من ميز بين الثنين هنا هي عدنا قاعدة القاعدة هي التفاهم والحوب وهذه القضايا الخلق وغيرها هذه توفرت بالقريبة وبالغريبة احنا ما عدنا ايمان كالمجتمع ولكن القضية في بعض الأحيان يعني هما ينطونا قالب معين بأن انت هذي زواجتك وهذي مرتك واخترنا الكياء وبالتالي راح يصطدم بقضايا معينة يتهمون بينه وعدم التفاعل هو مرجال ولكن هي القضايا النفسية طبعا هذه الحادثة وهذه القصة اذكرنا بقصة رواها الدكتور علي الوردي الله يرحمه في أحد كتبه علي الوردي بالخمسينات أو يعني بهذا التاريخ كان يدرس في أمريك وكان يرتاد فندق معين وهاي الفندق صاحبته أمرأة فصار يعني معميل وزبون دائم إلى الفندق فصارت عدتهم علاقة يعني أخوية وعلاقة الزمالة هاي يوم الفندق عندها بنت ودائما ترتاد ويشاب وينظر لهم علي الوردي يوم من الأيام قالت لعلي هذا خطب بنتي انت ش تقول قالها والله أنا أشوف هاي لبنية منفتحة ولبنية عندها حرية أكثر من اللازم حسب ثقافتهم يعني اللي هي مثلا نرق وصوة وغيرها وهذا منعزل هذا عنده عقدة دائما بالكنيسة دائما قالت لأ لا نحن نحن مثلكم نتغير إلى آخر والله علي الوردي يقول وراء خمس سنوات دزلت لبرقية من رجال العراق قالت لأ عود الجماعة تطلقوا ويقل لم يقتل تشاني هذا المثل وهذه القصة نستفاد منها كعلم اجتماع نقول احنا اختياراتنا للزواج بها كثير من الأخطاء الخطأ الأول لحد هذه اللحظة رغم هذا التطور وهذا العليم وهذا الانفتاح اللي أصبح الشاب يغمض ويشوف مو مثل قبل إلا بيوم الدخلة ولكن لازال الشاب العراقي نرجع إلى دكتور علي الوردي يقول يحب على طريقة دون جوان ويزوج على طريقة حج عليهم يوم شوفوا المرعة لذوقت يحب دائما المرعة خلف الأسوار المرعة اللي معتها علاقة المرعة المرعة لأخري فإذن فكرة بعد ما نتغير إلى هذه الحال لذلك يجب أن نرسم ستراتيجية خاصة لقضية الزواج أنا اليوم يختاروا لي بدخالته ويختاروا لي هاي يوم هاي لحمنا ويوم هاي طيبتنا وهذا خالق ومحنة الأوم وتحكي لأبوذيات ودارميات وتبتشين هي مو شغلة محنة ولا شغلة معزة خال لو عم هاي عمر أنتم مورة السبعة كل واحد يشوف طريقة ويبقى آني بالمسرح آني وياها لذلك كثير من الزواجات تخفق على هذه النظريات حقيقة هذا يفتشي هو مصحيح يعني الطفل أول يعني أول ما يبدي بسنوات عمر البداية سواء أولد أو ابنية يحكمون علي أنه أنت تاخذ بيت عمك أو أنت تاخذين ابن عمك يكبرون على هذه الفكرة الإنسان يومي يتغير تفكيره يومي يتغير إدراكه للحياة وعيه للحياة يعني هو راسم أنه هو راحا هي خلاص يأخذ ابن عمك من يوصى إلى مرحلة المراهقة أو مرحلة الرجد أو حتى مرحلة البلوغ راح يشوف أنه الشخص اللي يختارون هي أهله وفرضوه عليه ما ملائم إله لا فكريا لا يعني كمستوى علمي ربما الولد يفشل ابنية تنجح أو ابنية تفشل الولد ينجح يعني ما يصير بياناتهم تناغم أو أفكارهم تكون مشابهة هنا راح يصير مشاكل ما قبل الزواج وحتى وانت من الزواج فهي تبقى مشاكل مستمرة وكثير مجتمع يعني هاي الحالات إنه منهم موصغار واحد للأخ يكبروني يزوجوني يفشلون بيوم الحرس يعني حسيته هو خايف مني وكل يعني متجبجب يعني متعد عني فآني قلت لهم خليين صلي وبعديين نتعش شوف الشيون يعني تعرفين هاي الأجواء يعني مرت خالي وخالي وكلهم فرحانين وخذنا بعدين صور وهذه عافونا مبحدنا الولد يعني ما حدش بس يعني كم كلمة ويايا ونا يعني وحدة فرحتها وأول يوم وهذا أنا قلت هي جوز يعني هو يعني تعبان وآني هم تعبان تعرفين صالون وهي شي قلت بي خالف نتأجل الموضوع على باشر من الصباح جدت أمي تعرفين هاي التقاليد نوهاي ها باشر شنوش صار البارحة ما قلت شي سكتت وما قلت شي قلت يا ماما بعدين اقلت زيان وحتى مرة تخالي ما سألتني بهذا الموضوع عدة ثاني يوم ثالث يوم رابع يعني الأيام تجر واحنا نفس الشي هاي الأشياء العادية يجوون نخطار يجوون لهدايا صارت السبعة وهاي الحفلة وهاي ما حت سألنا على هذا الموضوع وهو يعني كل منش متجبجب من يمي يعني سولف قليل أكثر شي متهي يجوون مثل خطار يجي بس مثلا ينام الظهور ينام الليل نتعش نتغدى هاي بوياهم لليت عادي يعني أساعتهم بالبيت ساعة للبنات عدى شهر الأول وهذا الموضوع ما صار لأي شي ظل لو يسئلون على موضوع الحم اللي سئلوني نريد نفرح بيكم وهم ما يدرون إنه هذا الشي ما صار إنه ما صار بيناتنا أي شي ما صرنا زوجة وزوجة عادي الموضوع زاد عن حد فأنا ظليت يعني أذب عليه كلام يقول لي أنت شنو ما تحس أنت شنو هو ساكت أبد ما يحشو معي مر شهر ثاني بعدان ما تحملت مر شهر ثاني قلت لأمي وفاتحت هذا الموضوع أمي ظلت تحكي علي ليش ما قلت لي من البداية ليش ما هاي ليش تأخرت صار شهرين وساكت هاي تقول لي إن شاء الله سهلة وما يرادل هشي وأنا يعني أحشو يهم قلت لي تحشين يعني أنا أستحي وهو هميا يعني 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 خاف يحشون علي خفاي وخاف هو يضوج تعرفين الولد ومني يعرف هالموضوع ما صاير لي يعني مو حلوة ما ينطون مساحة للجانب النفسي للجانب التوافقي مجرد ابني حلوة ومطيعة إلى عمتها وسمعتها طيبة هاي أساسيات ولكن الأساس الثاني اللي هي يعني أنا قريد تقصد كوم اللي هذا يعني بيها جانبين الجانب الأول الولد ما كان عنده المرض الجنسي والدليل على أنه تزوج مرة ثانية وتكيف إذن هي القضية نفسية القضية اجتماعية بذات وهي البنية نفسها احترفت قالت أنا كنت أتمنى شوف يتشاب حلو ومن حقها طبعا ولكن هي أخذتها من طرف واحد وكانت تحترف تقول منعزل ما يحشي إلى يوم الدخلة هو ما يحشي أنت أولا شكو استعجلت بالزواج إذا أنت بعد فقط ما شفت شنو السر اللي مخلي هذا الولد صامت وهذا الولد منعزل يجوز يخاف من خاله من أبو يجوز يخاف من أمه يجوز يستحم يريد يشتت العشيرة وكثير من الزواجات يقول أنا الزواجت لأن أم بيها قلب وبس ولكن مو غاية الزواج نفس الآن المرأة خرجت تعلمات وخرجت للعمل وصارت مصاف الرجل يعني هي والرجل كلا هم نفس المسؤوليات يتحملوها نفس الأعمال يقومون بها نفس الشهادة يأخذوها نفس المستوى يوصلوا له فيعني ما صار أكفة فارق بين الرجل والمرأة حتى أنه المرأة ممكن أنه تنضرب يعني هذه الحالة صارت كل شيء مرفوضة في المجتمع أولا هو على الزوجين أن يتفاهمون على الأشياء أو على نمط حياتهم اللي ممكن يتقبلوها أو ممكن يرفضوها الممكن يكون صحيحة ويمشون عن بيها أو خاطئة أو يتركوها يتجنبوها يعني حاولون يتجنبوها يعني وعن صار تشاكل ربما مرأة تصير آنية مواقف آنية سلوك آني يأدي إلى مشكلات ويأدي إلى ضرب هنا نقول بعد يعني حدث المشكلة حدث الضرب هو من أول مرة أنه رأسا نرجع للطلاق يعني حتى يعني سبحان رب العالمين أنه الإنسان من يخطأ بحقه يسامح أول مرة ثاني مرة يسامح فكيف إحنا بشر يعني من سامح بعضنا طبعا هي من الناحية الطبية خطأ ولكن أنا أشوفها من الناحية الاجتماعية فد مؤشر إيجابي جدا هنقول الحمد لله وشكر لازال عندنا شباب يسلحون والأجال عندنا ما كهي الجرع أو ما كهذا لأن هذه القضية خاصة بالمجتمعات مجتمعاتنا تحتبر نوعه من المحرم نوعه من التاب نوعه من الممنوع نوعه من المسلحة بين قوسين لذلك يعني صحية بيها ناحية إيجابية ولكن بيها ناحية سلبية لأن ترتبط قضية رجولة قضية الشرف وهي المفاهيم اللي إحنا نعرفها هذه التثقيف شلون يكون يعني هسا ما تصور واحد اليوم ما عنده فيس وما عنده وسائل تواصل قبل ما كان عندنا تواصل فقط يعني اللي هي القنوات ومثبث هكذا مواضيع ولكن الآن بحكم هذه الثقافة هنا الأم لازم تدرج البنت شيئا فشيئا يعني تعلمها على بلوغ البنت بالبداية كيف تصنع إلى أن تدرجها على قضية الارتباط العاطفي والارتباط الجنس بين الجنس الآخر هو مسألة ربانية ومسألة طبيعية ومو بها يخجل ولكن ضمن حدود معينة وأيضا بالنسبة إلى الولد أصدقاء أو أخو أو أبو من هذا ولكن بطريقة لا تخدش الحياة إحنا ليش نقول ما تخدش الحياة لأن لازم أكو حدود معينة هذه الحدود أكو بيهم والله الصديق هو يقول ما علاقتك يا ابنك والله أنا ابن محتبر صديقي أسألف وياه الصور وأفلام يخمون هذه الدرجة هذا سيزيل لديك الاحترام نحن قلنا علمه وقلنا اشياء قوي وانزل إلى مستوى ولكن ليس بمعنى أن تفقد جانب السيطرة وجانب الاحترام وجانب الأبوة حتى تبقى عندنا ذاك الكيان الأسري الموجود فإذن هذه أيضا هنا 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 محكمة سوتها وأنا أيضا من ضمن هذا المقترح الموجود بأن الآن هسأي اثنين يعقدون وهذا طبعا الناشد بأن الحكومتنا بأن تمنع الزواج الخارجي قبل العقد يعني هذا بمشاكل يعني قبل ما يعقد هو جاب شيخ وعقد صحيح يا أخي يجعل الشيخ وغل المحكمة حتى أولا تضمن حقوقها ولو موضوعنا ولكن حتى ندرج به القضية المقترح مالي وكثير من الباحثين بأن السلقاض يطلب ورقة السلامة الطبية بين الزوجين يا أخي أطلب محاضرات مثل منظمات المجتمع المدني التفقية منظمة شون هذا المكان الجميل أجمع فد عشرين عشر خلال الشهر الزوجون هو وخطيبته وقاعدهم في يوم عطلة هم يشوف خطيبته وقاعدهم وانطيهم محاضرات بعلم الاجتماع والنفس والدين والقانون وبنفس الوقت على القضايا الجنسية والقضايا حتى أولا نتمهد الطريق والشيء الآخر تزيل حجاب الخجل وبشكل طبيع من قبل أخصائيين طباء أو نفسيين وما إلى ذلك هذا المقترح يجوز مثلا الأم تستحي أو الأب لا يوجد جرعة ولكن لا هذا بالغريب يستطيع يتفاعل معه وهي هم تستطيع تتفاعل مع المحاضرات والغير أمي ما سكتت أمي حجيت وي أبوي يعني بس أبوي وممائي جوي فقالوا خلينا حجو وياه بالبداية فعزمونا ورحنا حجو وياه وتعاركو وياهم وتعاركو وياهم يعني ما أدري مستحي ما أدري ما أدري شردت فعلا كانت كلش محلوة فبدت بيناتنا شاكل من هاي بعد الشهرين شهر كامل أحلى مشاكل مشاكل وعارك بين وبين أهلهم يسمعونا بالغرفة نتعارك وهي شي وصلت مرحلة آخر شي بأنه ضربني من ضربني أنا ما تحملت أنا يعني مدللة وأني ما شايفهم لا من أهلي ولا شفت من أهله فتش عيبي يعني ويجي يضربني شنو يعني رأسا خبرت على أبوي أبوي قال لي لما غراضك يعني الذهب ماتك وغراضك ويالله الصور يعني جاء أبوي ذميت غراضي والذهب وهاي رحت سلمت على البنات وبضحك والله سلمت عليهم وعلى مرت خالي وخالي كل حب سلمت عليهم لأن ما عندي شي وياهم وقلت له ما أنا رايحة وهي روح وبعد ما رجأ يعني ما دخلت بيت خالي أبدا يعني صار كم سنة هذا الموضوع وما دخلت لهم ظلوا هما المشكلة هما يجون أبو جتي يعني يعني خالتي يعني جو هما ما صار يعني حل الموضوع بعدين حتشينا لهم المشكلة من حتشينا لهم مشكلة هو من المستحمات من الموضوع قال أنا ما كمل وياها وخلت شوف طريق أبو ظل يلوم أنت لي ما قلت يعني نعالج الموضوع يعني لا تخاف ويعني حات شوية الظهر بس هو مصر على الموضوع أنه أنا بعد ما ريت أنا بعد هم ماتين قلت خلص انتهى الموضوع أنا ما أكمل وياه فأني رحت محامي والمحامي أول شي سوينا بأنه آخذ غراضي فكتبنا قائمة القائمة كتبت بها كل الأشياء اللي عندي هما مراحلهم تبليغ راحلهم تبليغ هو كلش مقهور كان راح أخوي وياه سيارة رأسا نطيناهم القائمة وياخذ الغراض طبعا هما من هذا الموقف كلش ضاجة ومنية منه وبعد ما كو يعني حل قالوا خلص حتى دزون ناس قالوا إحنا يعني خلي تمشي بالإجراءات خلي تريد نفسها خلي ش تري تسوي خلي سوي فأخذت آخر فأخذت غراضي وصارت الإجراءات طبعا إجراءات هو الولد أنا ما شفت أنا وكلت المحام وصارت وطلقت من يمه الطاني المؤخر الطانية كامل بعد الطلاق يعني علاقتنا بيت خلي شبه انتهت يعني ما كو لهم ما يتواصلون ويانا ولا إحنا وياهم ما وما نعرف عنهم أي شي كل الأقارب يلوموني آني ما يدرون شنو السبب الرئيسي يعني آني ما تحملته وما قلت ما أقول لأنه أخاف على هو على سمعت وكل هالناص تلومني بس قلت هو وقت وراح يلتهون مو من أول مرة يعني ربما صير نتظر إذا تكررت مرة ثانية أو مرة ثالثة هذه الحالة يلا ممكن أنه يرجى للطلاق للإنفصال ولكن ما الأول مرة لا لأن إنسان جل ما لا يخطئ ما يخطئ يعني كمال بس يا رب العالم هذا دور تثقيف العائل يعني الإنسان هو منطبع قبل ما يقدم للزواج هو المفروض يفحص يعني يفحص عن النجاب يفحص على القدرة يفحص على كثير من القضايا حتى ما توقع في هذا المربع وبالتالي نحن تترم مجتمعنا يعني أنا لم أرى هذا الصراع الذي سمعت القصة تقول أني تحملت الإهانة وتحملت كل شي في سبيل ما أقول زوجي ما سوى شي بذلك اليوم خوفا من الخلش إذن هذه نقطة إيجابية تحسب إليه وبنفس الوقت راعت شعور الشخص ضمن هكذا مجتمعات إذن أيضا على الشخص لا يوجد معنى قبل الزواج أو قبل ما يقدم إلى الزواج أن يفحص نفسه مع هذه القضايا وهذا ليس عيب الآن نحن نسافر يفحص من كورونا ومن أمراض ومن كل القضايا فأنت يا أخي أفحص نفسك على هذه التي ستقدم إلى زواج ومطلوب من أطفال ومطلوب من حياة تختلف عن هذه الحياة أكيد كل مشكلة وإلها حل لا مشكلة إلا ما إلها حل نحن نشوف ما سبب المشكلة إن عالجة قدرنا العالجة وتنتهي المشكلة والله استاذ تشوف الاتهامات موجودة موجودة حتى لو بعض السنة يقولون هل يش تأخرت بيت شي فهي استأجلت ما أخذ غيبتها وليتأخرت ما أخذ غيبتها فإذن أكو أحكام اجتماعية يجب الإنسان أيضا أن لا يعني ياخذها نحن ممكن كل شي ناخذ بالمجتمع يعني وهذا قصة جح المعروفة مع الحمار ماله وابنه سوى كل الأعمال وبالتالي الناس ما قبلت عليه فإذن بعض الأشياء ناخذ حكم المجتمع وبعض الأشياء ما ناخذ حكم المجتمع يعني نحن الآن نعيش خاصة في هذه الفترة ما يسمى بالقلق العائلي القلق العائلي خافون لليبنية لتكبر وهاي فرصة وخاف كذا بالعكس يعني الناس أنا متأكد هم كيفين مني إجتهم فرصة حتى يثبتون بأن بيتنا ما بيها شي بيتنا ما بيها سبب إرسالها شكل غير مباشر فهذه أعتبرها نوعا من الشيء الطبيعي وهي مثل ما نقنى هي لازم تحكي الناس بهذا الجانب إذا فشل الزوجان في الوصول إلى حل للمشكلة مالتهم يلجأون للأهل بس هو يفضل في وقتنا الحالي إنه هم والزوج والزوجة بيناتهم يحلون المشاكل لأننا نعرف أي مشكلة من تخرج عن طرفين من تتوسع إلى طرف ثالث تكبر ويصير بيها أكثر من الرأي وهناي راح تكبر المشكلة بدل أن نحتويها راح نكبرها مني كل ما يزيد الأطراف مالتها تكبر المشكلة ومن تكبر المشكلة يصير الحال مالتها جدا صعب خلال فترة أنا هاي مات العداماتي وتقدموا لي ناس والحج رجع علي يقولوا لي هاي محضرته محضرة خطيب إلها قبل لتطلق وأني تقبلت هذا الموضوع بس تقبلت يعني شون قلت هما خطيئة يعني أنا الحملة وشكرك وناس يعني ترغبني حلوة وصغيرة بعدني وشون مشكلة وإذا تقدم لأحد بس هما يحجوا علي بأنه أنت محضرته قبل تطلقين رايدت لك واحد وهذا الحج بعد حج نسوان أكثر شي قضية أنه ترفع دعوة أخذ الأثاث والنفقة همانوه أنه طلاق وإلا ما ينطيها نفقة أو أثاثها بدون طلاق لها حق أنه تقعيش في بيت الزوجية بعد الطلاق لمدة سنتين بس ما تأخذ لا هنايا من ترفع المرأة قضية طلاق على الزوج أو أخذ الأثاث وأخذ النفقة وأخذ الحقوق كاملة هنايا الرجل راح يحس أنه كرامته إن جرحل هنايا أكيد بديهية راح يلجأ للطلاق حتى هو مكان بباله مكان بباله لأنه يطلق مشكلة يوم يومين شهر شهرين وينرجع للصالح بس من لجأة للمحكمة من دخلة محاكم يعني مجتمع نحن شوية ذكوري بدخل المرأة للمحكمة وتشتكي على زوجها هنايا راح تصغر بعينها مكانتها راح تقل حب إلها راح يقل أو راح يختفي احترام إلها فمن ترفع عليها دعوة هنا راح يضطر الرجل يعني ما نسبة جدا شبيرة إنه يلجأ للطلاق لأنه هو حس إنه هي لغة شخصيته إنه هي أفضل من عنده إنه هي شخصيته أقوى من شخصيته إنه هي صاحبة الأمر إنه هو ما عنده كرامة من هذه ينظر لها من عدة جوانب هنايا راح يفضل الطلاق اللي هو هو حلال لكن هو أبغض الحلال يقول ليش أنا أفضل الطلاق أطلق أحسن ما لنهاي أول مشكلة ودتني محكمة ورفعت دعوة عليها نفقة ودين هيدا مشكلة ثانية شو راح صير بي يخاف على نفس من القتل يعني يقول مرة ثانية راح تقتني احتمال طبعا أي هذا عليها انتقاد يعني هي ما صار تعدهم يعني ما صار تعدهم ديتش المشاكل العشائري والحمد لله رم منطبقة مثقفة ولكن أيضا اللجوء للقانون يعني اللجوء للقانون يكون ضمن شاف الابنية ما بيها تجاوز والولد أيضا ما بي تجاوز كانت بادر العائلة يا بحنا ما صار قسمة وما طلع من عدكم شي ولكن قضايا بسيطة تقدرون تتقبلون الغرفة هدية أو مثلا ناقص من الغائب هل قد لأن ما صار عدهم يعني الشغلات خسائر كثيرة من هذا الجانب نقدر نقول الحل اللي ودي في بعض وهي قالت بالأخير قالت من بعد ما أخذنا الغرفة والغائب قام واحد ما يشوف واحد إذن احنا كسرنا جانب من جوانب العلاقات الأسرية اللي هي أحن علاقة العام والخال وما إلى ذلك فرأي الصحيح ومستعجلة وبالإجراءات الحكومية كان تحل وبطريقة ودية وخلي ياخذها خلي ياخذ لفد كم حاجة مو فد مشكلة أي تجربة يمر بها الإنسان أو أي خطوة يخطوها ويفشل بها المفروض ما يخطي خطوة ثانية إلا بعد مرور فترة زمنية يدرس سبب الفشل مالته شنو اللي يهد اللي يش حتى يكون فد فكرة واسعة عن سبب هذه المشكلة حتى من يخطي الخطوة الثانية نفس الموضوع يتجنب هاي المشاكل يتجنب هاي الأسباب اللي أدت يعني هي من الطلقة شنو الأسباب الطلاق مشاكل شنو أسباب المشاكل سواء منها أو من زوجها أو تدخل الأهل أو عدم الإنجاب أطفال أو إلى كثير من الأسباب ندرس الأسباب نعالجها يلا أخوذ يلا أخوذ تجربة ثانية حتى نمو أفشل لأنه أنا إذا خذت تجربة ثانية بعد فترة قصيرة وأني مدعس الأسباب ومم أعجتها راحة شن مرة ثانية خلصت العداماتي وشفت هذا الولد يعني زين ما بي شي فشسمة وافقت عليه وانخطبت خلال هاي الفترة وهذه وجدتني فرصة الحمد لله وشكر تعين تعينت وفترة إحنا بقينا كم سنة ما عندنا أطفال وهاي الفترة يعني شوية كان صعب علي آني أسمع أخبار هو طليقي يعني أسمع أخبار وهاي بعد أمام الزوج وهاي بعد سماعت أنه هو الزوج وهما صار عدة أطفال بالبداية بعد حمله شكر صار عندي ابنية وهو صار عدة معرف ولد أو ابنية يعني علاقتنا يعني صارت شوية أحسن هسا طبعا اللي شايفت ولا هم ما شايفتهم بس هو يعني بياناتنا يعني ممكن يعني ممكن المناسبات واحد يشوف الثاني يعني ما أبعت خلاص عزلة ببيتي وهال قلنا إحنا أي إنسان يمر بتجربة فاشلة المفروض يأخذ وقت يدرس السببب الفشل مالت حتى لها قع بنفس الخطأ ارتبطت هي يعني اتطلقت من ناية وعلى فترة ارتبطت بشخص آخر اتأخر الإنجاب هنا يعني راح تبدي تفكر إنه هم راح تفشل إنه هان هاي تجربة ثانية هنا يكون حتى حكم المجتمع عليها راح يكون قاسي إنه هي من طلاق أول طلاق ثاني هنا مشكلة راح تكون عندها فهنا بالتجربة الثانية للإنسان أو يعني الامرأة تكون لازم أكثر تفكير أكثر تتحمل واجبها وفرض عليها تكون هنا هي ملزمة بإنجاح هذه التجربة الثانية وإلا المجتمع راح يقول لها انت فشلت مرة فشلت بالمرة ثانية إذن انت الخطأ مو الزوج هنا راح تبدل قصار جهدها في سبيل إنجاح هذا التجربة الثانية حتى ما تفشل حتى وإن كانت ربما هي بالفعل مرتين هي مو هي الخطأ هي على صاح الطرف المقابل هو الخطأ بس بما أن احنا مجتمعنا شرقي ذكوري يعني يكون دائما اللوم والعبئ عمر أكثر من الرجل لازم تكون هي اللي تتحمل يعني سبحان الله يعني هو رب العالمين ميز أنه يجعل أمومة للمرأة والحمل والولادة لأنه تتحمل عدها طاقة تحمل أكثر من الرجل بهذا الموضوع فبالتجربة الثانية للمرأة من تتحمل لازم نتجحها في كل الطرق طبعا قضية أيضا نقدر نقولها يعني هي المرأة عليها نقاط وإلها نقاط أنا شوف طلاقهم كان مستعجل جدا يعني إحنا مو مجتمع غربي وتنتهي الموضوع لا هذه يعني كسرت جانب معين من جوانب العشيرة وأنا متأكد العشيرة هي انقسمت انقسمت شيء وياهم وشيء صارت ويا البنية وهذا شيء طبيعي فكانت تصبر يعني تدري أكو سنين يبقون يعني كأنما يكون الولد خجلان لا أرضوا على طبيب لا جابوا لباحث اجتماعي لا ودوا إلى قضايا روحية قد تكون يعني نؤمن بهذا القضايا في بعض الأحيان أنا ما أقدر أسميه بين قوسين السحر ولكن المتداول قد يكون هناك مثلا صدمة نفسية قد يكون عنده فد إيحاء فد خوف فد رؤية شاف يعني القضايا الروحية لا يجب نهملها فلازم نوديها مثلا إلى مراقد مقدسة إلى رجل دين مو من باب مخالفة لا من باب الجوز يرتاح نفسيا يرتاح روحيا وبالتالي نحن كثير من الأطباء يعجزون عن حل مرض مجرد شخص يروح يصلي يصوم وتنتهي المشكلة إذن هو قضايا روحية العائل العائلتين لا يستخدمون هذا الجانب مجرد حرجتها أمام أهله ضربها راجدي شي طبيعي لأن أنت جرحت رجولته وخليتي فد مربع وزاوية ميته فكان طبيعي رد الفعل أن يكون من رجل بهذا الجانب كان هي دعوة عليك إنسان مريض نفسيا وصار قسمتي المفروض أنت أيضا أنصر المبادرة هنا نفقد بهذه الرواية ماكو مبادرة منها رأسنا فكرت ما نأخذ حقي ما نأخذ المحامي ما نأخذ المحامي ما نأخذ ما نسيت بأن هذا شخص متعرض إلى حسد متعرض إلى أي أشياء روحية لا نستطيع نخفلها اليوم وموجودة وثبتها العلماء ما طرقوا هذا الباب لا طبيب نفسي لا طبيب روحاني لا قضايا دينية أقول لي أي حبيبي ولا يهمك أخذها وأروح إلى تركيا يا أخي أغير عليها الجو أخذها أروح إلى بلد معين وأصبر ويا إذا مثلا الفحص ماله سليم والعلماء يقولوا ليش إنسان ما بي شيء ودينيا أوكي بعد ذلك يقول جوز هو مريد نقابل لازقتلاني لكن أنت ما طرقت هاي الأبواب قبل طلقني وانتهى الموضوع بالنسبة للموضوع المطروح حول العجز الجنسي وخاصة بالنسبة لهذه الحالة هناك أنواع عديدة من العجز الجنسي البعض منها يرجع لأسباب عضوية والبعر منها ناتج عن إصابة الفرد بأمرار من قبيل السكري وغيرها اللي أدي إلى العجز الجنسي لكن هناك نوع من العجز الجنسي يسمى العجز الجنسي المؤقت هذه الحالة تكاد تكون من هذا النوع على اعتبار أن الفرد لا يستطيع إتمام العلاقة الجنسية السليمة نتيجة لظروف معينة الحالة قد تنطبق على الرجل وعلى المرأة أنا مرت عليها حالات للعيادة أن المرأة في كثير من الأحيان تصاب بتشنجات خاصة في ليلة الزفاف تمنع الاتصال الجنسي مع الرجل وبالتالي هذا الخوف يزداد يوما بعد يوم إلى أن يصبح حالة أشبه بالدائمة أما بالنسبة للعجز الجنسي لدى الذكور فممكن ترجع أسبابها إلى أن ليلة الزفاف في حد ذاتها خاصة مع التقاليد السائدة هي تسبب نوع من القلق والتوتر وخاصة أن هناك تقاليد بانتظار النتيجة للكشف عن العفاف وبعض الطقوس وبعض العوائل ربما تنتظر أن يلقي الزوج ب قطعة من القماش دليل على فضل بكارة كل هذه الأمور تسبب نوع من التوتر والقلق المبالغ به لدى الزوجين خاصة إذا عرفنا أن الكثير من الزيجات التي تتم حاليا يتتم بأعمار صغيرة وبالتالي عدم تهيئة هذه الأعمار ممكن أن يؤدي إلى العجز الجنسي في ليلة الزفاف فضلا عن ذلك أن الكثير من الأزواج لا يحملون الثقافة الجنسية المطلوبة أو المهيئة للزواج لذلك طالبنا في أكثر من مناسبة أن تكون هناك مراكز ممكن تكون رسمية أو ممكن تكون شبه رسمية هي خاصة بالتأهيل الزواجي والتفقيف الجنسي للزوجين قبل الزواج في مثل هذه الحالات عادة هي ترتبط بمعتقدات قديمة مرتبطة بالسحر أو أنه هذا مسوي لعمل وبالتالي هو ما يقدر يمارس العملية الجنسية أو ما يقدر يأخذ زوجته بالسيغة المطلوبة كما يقال وبالتالي يستمر الذهاب إلى المشايخ ومن يدعون العلاجات الروحانية والأمر الذي يزيد تعقيد الحالة هي حالة نفسية لا أكثر ترتبط في كثير من الأحيان بحالة القلق والتوتر أو الخوف من الفشل الذي يمكن أن يحصل في العلاقة الجنسية أنصح المقبلين على الزواج أن يتثقفوا ثقافة جيدة ويأخذوا المعلومات من مصادرها لأن في كثير من الأحيان نأخذ المعلومات من غير مصادرها وهذه المعلومات قد تكون مشوهة أو قد تكون مبالغة في التخويف منها خاصة بالنسبة للأعمار الصغيرة أعتقد مثل هذه الحالات التي أدت إلى الانفصال هي ممكن تكون أسباب أخرى للانفصال لكن اتخذت من هذه الذريعة حجة لأن أنا جتني حالة للعيادة استمر هذا العز الجنسي لمدة أكثر من سنة لكن الزوجين متفاهمين وبفضل الله تم علاجهم ورجعوا الحياتهم الطبيعية لذلك أنصح من يعاني من هذه الحالة أن يذهب إلى المعالج النفسي أو الطبيب النفسي ولا يضيع وقته في الذهاب إلى مصادر لاجية غير صحية ربما تزيد من الأمر تعقيد وبالتالي تزداد المشكلة ونصل إلى ربما حالة الانفصال التي وصلت إليها هذه الحالة عموما وباختصار شديد أنا أنصح المقبلين على الزواج أن يتثقفوا أكثر حول العملية الجنسية الصحيحة وأن لا يعتبروا أنه إثمانها في ليل اليوم الأول هو بمثابة الانتصار لأن هناك حالة من التوتر حالة من القلق حالة من الارتباك ربما تكون لدى الطرفين وبالتالي الزيجات التي تقليدية تكتر فيها هذه الحالات أكثر من الزيجات التي تزداد فيها مدة الخطوبة فيتعرف الشريكين على بعضهم البعض ويطمئن البعض للبعض الآخر لتتم عملية الزفاف والعملية الجنسية بسهولة نحن نعاني من نقص شديد في التقاف في هذا المجال وما يصلنا من مواقع التواصل أو من بعض المواقع هو في كثير من الأحيان معلومات مشوهة مبالغ بيها وترتبط الحالة هذه في كثير من الأحيان على مدى تقبل الزوجين لبعضهم البعض ومدى خوف الزوج على زوجته ومدى خوف الزوج على زوجها من أن يصل إلى حالة الفشل وعدم تفهم هذا الفشل الذي ممكن أن يكون حالة طبيعية في الأيام الأولى لكنه يبدأ بالتصحيح مع مرور الأيام عندما يطمئن الزوج لزوجته وتطمئن الزوجة لزوجه ترجمة نانسي قنقر